بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين مازلنا مع رحلتنا مع الإمام البخاري وقلنا إنه مكت الإمام البخاري حوالي 16 عام يؤلف الجامع الصحيح وإنه انتقى حديثه من 600 ألف حديث ولما انتهى الإمام البخاري من كتابة الصحيح لم يكتفي بمنهجه الدقيق إنما كمان عرض على علماء الحديث في عصره عرض عليهم الجامع الصحيح عشان يرجعوه ويعطوا فيه ملاحظات فعرضه الإمام البخاري على الإمام أحمد بن حنبل وعلى الإمام يحيى بن معين وعلى الإمام علي بن المديني وطبع الإمام أحمد بن حنبل كان من الشيوخ الإمام البخاري وكمان علي بن المديني وغيرهم فاستحسنوا الجامع الصحيح وشاهدوا له بالصحة ونقشوا في بعضه رحمهم الله تعالى ومن المعروف في بيئة الحديث الشريفة عند أهل العلم إن لأهل الحديث شروط معتبرة ومذكورة عند الأئمة بيزنوا بها الراوي اللي بيروي الحديث أو اللي بيروي الخبر اللي معاه إذا انتبقت على الراوي الشروط دي وتحلى بهذه الشروط لازم قبول الخبر أو الرواية اللي معاه الشروط دي وغيرها استنبطها السادة العلماء من أحوال الصحابة الكرام في تحمل الحديث الشريف وده في زمن الصدق زمن النبوة الطاهر الصحابة كانوا في منتهى الأمانة ومنتهى الدقة في تلقي الحديث الشريف وفي كذلك إبلاغ الحديث الشريف زي ما سيدنا أنس رضي الله عنه قال والله ما كنا نكذب ولا كنا ندري ما الكذب يعني ما كانوا شكنوا كل واحد منهم في منتهى الصدق وفي منتهى الدقة وحتى من دقتهم لو سمعوا الحديث بنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا إحنا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زي ما كان سيدنا أنس بيقول ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يخبر بعضنا بعضاً بالحديث وكنا لا نتهم بعضنا بعضاً ليه؟ لأنه كان زمن الصدق والوضوح فتعلم علماء الحديث من زمن النبوة الشريف الدقة في قبول الأخبار يعني في قبول الروايات إنه بنقول إن دي رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقبلوا الخبر ولا يرفضوا بناء على الشروط اللي تم وضعها وقبول وزنة رواي الحديث بياه فوضعوا كتير من الشروط وزادوا عليها بمقتضى الحوادث والوقائع اللي كانت بتجد في أزمانه الظروف اللي هي ممكن تأدي إلى ظهور الوضع يعني الوضع ده يعني اختلاق الحديث الشريف من بعض الناس ونسبته إلى سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كانت بتبقى فيه ظروف سياسية فتن سياسية فتن اجتماعية أي مكانة الفتن اللي بيبقى فيها فرق وكل واحد عاوز ينتصر ليه الفريق بتاعه مذهبه الفكري مذهبه العقدي أي مكان فبالتالي ظهر في مثل هذا الوقت إنه فيه بعض الوضعين اللي هما بيضعوا الحديث بيختلقوا الحديث وينسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده أملى على العلماء بالذات على علماء الحديث واقتئذ ضرورة التسبت والتشدد في قبول الخبر أو رفضه وده أدى إلى زيادة شروط قبول الخبر عشان يعترفوا إن ده حديث وياخدوه ووضعوا مجموعة من الشروط في الراوي كانت بتزيد في بعض الأزمان أو كانت بتزيد مع وجود حوادث أو فتن ممكن تؤدي إنه كل فريق يختلق بعض الناس يختلقون بعض الأحاديث وينسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك مجموعة من الشروط المعتبرة والمذكورة عند أئمة الحديث الشريف وإن الراوي اللي احتوى على هذه الشروط يعني اللي احتوى عليها من رواة الحديث وتحلى بهذه الشروط لازم ساعتها إنهم ياخدوا يقبلوا الخبر أو الرواية اللي معاه هذه الشروط أو من أشهر هذه الشروط أولا اللي بيروي الحديث ده أو معاه خبر بيرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام لابد يكون مسلم ولابد إن يكون عاقل ولابد إن يكون صادق مش معروف عنه الكذب وقلنا إنه كان بيتعمل زي سير ذاتية عن رواة الحديث وبيتكتب تفصيلات دقيقة جدا عنهم عشان ده اللي بسمي علم الرجال لهم رجال رواة الحديث وبالتالي كمان إنه يكون هذا الراوي مع إسلامه وعقله وصدقه ما يكونش مدلس إنه يدلس في الحديث يتوفر فيه شرط العدالة كمان العدالة إنه يكون متبع للأوامر الربانية أوامر الشرع وإنه يجتنب النواهي اللي ربنا سبحانه وتعالى نهانا إن إحنا نقترفها أو نأتيها ويتجنب الفواحش وإنه بيتحرى العدل حتى عنده توقي اللفظ الكلمة اللي بيقولها يعني يكون معتدل ملتزم بضوابط الشرع الشريف في أقواله وأفعاله يعني تكون أقواله وأفعاله موافقة للأحكام ولي الشرع الشريف كمان إنه يكون الراوي ده من أهل الاختصاص يعني يكون معروف في بيئة العلم والتعلم يعني يكون معروف بطلب الحديث الشريف ومعروف بإنه ارتحل من أجل طلب الحديث ومن أجل العناية بالحديث يعني يكون من أهل التخصص في هذا المجال وكانت له رحلات في طلب الحديث ليه تكون ليه رحلات في طلب الحديث لأنه زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده إن أئمة رواة الحديث وعلماء الحديث راحوا شرقا وغربا عشان يعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام فانتشروا في الأمصار فدوا الرواء أساسيين فيبقى طالب الحديث بدل ما يروي عن فلان عن فلان كتنين تلاتة أربعة سمعه ده من أحد الرواء اللي نقلوا عن فلان وفلان ده لسه موجود دلوقتي لا يروحوله فيبقى يروح ليه صاحب السند ده يروي عنه وفلان ده بيروي عن اللي أعلى منه واللي أعلى منه وهكذا بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيبزي المجهود وروح يطلب الحديث حتى الحديث اللي هو لم يصل إليه بعد يروح إن شاء الله يسافر خرسان يسافر العراق يسافر الشام ينزل إلى اليمن بيرتحلوا من أجل طلب الحديث الشريف وعشان كده العلماء في أزمانهم قالوا إنه من لم تكن له رحلة في طلب الحديث لم ينل الإمامة في هذا العلم وإنه كمان من الشروط اللي ذكرها علماء الحديث إنه يكون الراوي اللي بيروي الحديث ده وبيجيب الخبر ويقول ده بيستأن أو يصل إلى رسول الله الخبر ده بيسنده إلى سيدنا رسول الله عيسى والسلام بسنده إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يكون حفظه للحديث مأخوذ من مجلسته لعلماء الحديث مش من الصحف ومن هنا المراد تحمله للحديث تلقيه للحديث حفظه وتعلمه للحديث عن طريق اللقاء المباشر مع الشيخ اللي خد منه فيأخذ الحديث من صدور العلماء بالتلقي مش من مطلعة الصحف الأوراق المكتوبة لا يضبط الأمر فيتلقى من أئمة رواة الحديث الشريف وعلماء وكل ما بيبقى محافظ على المسألة دي بيبقى ضبطه للحديث الصدر وضبط الكتاب اللي بين إيديه ضبط الصدر النوع الأول إنه يحفظ الحديث في صدره بحيثه يتمكن من إنه يقدر يستحضر الحديث متى شاء من دون تحريف أو نسيان بالضبط وكذلك الضبط ضبطه الكتاب إنه يكون الراوي محافظ على كتابه اللي بيدون فيه الأحاديث ولا يدخل فيه ما ليس من الحديث يبقى كمان لازم يكون الراوي منضبط في حفظه وقلنا الضبط ضبط ما يحفظه في صدره وما يخطه في سطره في كتابه في الحديث الشريف كمان لازم يكون روي الحديث ده كما اشترت علماء الحديث يكون كده متيقز مش غافل يكون سليم الزهن غير مغفل يعني مش تايه كده مش مركز لا لازم يكون صاحب قريحة وزهن حاضر ومش مشغول كمان غير بالعلم عشان يبقى عنده الصفاء التام لتلقي الحديث الشريف انه كمان يكون الراوي قليل الغلط والوهم لانه الغلط وارد لكن ما يكونش كتير بيغلط او كتير بيوهم في اشياء يعني المراد من الشرط ده انه لا يكفي انه يكون الراوي ليه الحديث عدل وضابط بس لا ده يجب كمان انه يكون بعيد عن كسرة الغلط في روايات وعلى فكرة علماء الحديث في كل زمان كانوا بيعملوا للطلبة بتاعتهم امتحانات في روايتهم للحديث الشريف يمتحنوا فيها السند ويمتحنوا فيها المتن وده كان امر معروف ومعلوم جدا فكان بيبقى معروف مين اللي روايته فيها ضبط ومين اللي فيها غلط او فيها انضباط ده بيبقى معروف جدا بين اهل الاختصاص فاذا كسرت اخطاء الراوي وكان غالب عليه الغلط وانه بيلخبط في الرواية او في رواية الحديث بحيث انه اصبح بيخلط كثيرا بين الروايات فده بيأثر على انه اهل الحديث من اهل الاختصاص انه يقبلوا الخبر اللي معاه لازم يكون مشتهر فيما بينهم بانضباطه وعدم الغلط في روايته للحديث اما بقى من جهة سلامة الراوي من الوهم لان الوهم بيعني انه مثلا يجي الراوي مثلا يظن انه سمع او حفظ شيئا بطريقة معينة في حين انه اخطأ في ذلك لو ده مرة اتنين مش كتير مش ده اللي غالب عليه الراوي بقى اللي بيكسر او بيكسر عنده اه مسألة الوهم بيعتبر عند علماء الحديث ده غير ضابط ولو تكرر معاه الامر ده في روايته اصبح حديثه مردود ما بيتخدش من الشروط المهمة في رواية الحديث ان اللي حطها علماء الحديث انه يكون الراوي ده حسن السمت ده بيروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لازم يكون سمته حسن وهيئته طيبة ومنصوف بالوقار لانه هو مدرك انه يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي لابد ان يكون راوي الحديث مجانب للأهواء تارك للبدع يعني ايه مجانب للأهواء المقصود بانه الراوي يكون بعيد عن الأهواء الشخصية يعني واحد مثلا ليه مذهب فكري معين او فكري معين الفكري ده قد يصيب الخطأ او صابع عادي يعني ده طبيعة البشر لكن ما خليش الافكار بتاعتي واتجاهاتي الفكرية تأثر على العملية العلمية فابتدي ادخل تلك الاراء الشخصية في الرواية ده بيؤثر على صدقه في نقل الحديث زي ما تشوف بعض الناس تمسك الآيات تأولها او تيجي فيه ناس بدأت في وقت في زمن في التاريخ الاسلامي مع وجود الفتن والصراعات انه بيجي البعض يبتدي يختلق الأحاديث وينسبها لنبعي السطوة عشان ينتصر لمذهبه او لفكرته او لأي شيء لا راوي الحديث ده هو طالب علم وبالتالي ومعلم للعلم لان اهل العلم على طول كده طلاب للعلم وهم معلمين حتى لو كانوا كبار ائمة سيدنا الامام احمد ابن حنبل يقول انا مع المحبرة حتى المقبرة انا طالب علم الاخر دقيقة حتى لو كان عالما يأتيه الطلاب العلم من الشرق والغرب فبالتالي طالب العلم لازم يكون بتاع العلم بس مش بتاع حاجة تانية عشان يصدق الآراء التوجهات اي مما المذهب الفكرية او غيرها ما تاخدكش من وشمال عن رواية الحديث وإلا لو ثبت عن الراوي كده يبقى لا يقبله خبره بسهولة لان الراوي اللي بيتبع هواه قد يميل الى تغيير النصوص او فهمها بطريقة يلوي كده معنى الحديث فيفهمه بطريقة تخدم هواه تخدم مصالحه تخدم توجهاته الفكرية اما البدعة لان احنا قلنا من الشروط ان يكون بعيد عن الاهواء الشخصية وبعيد عن البدعة البدعة في هذا السياق بتشير الى انه الراوي ده لازم يكون بعيد عن الابتداع في الدين يعني ايه الابتداع في الدين يعني مخالفة السنة بادخال ما لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم او الصحاوة فاذا كان الراوي ده مبتدع في عقيدته او منهجه او كان متعصب لبدعته فده بيعد سبب لعدم الثقة في روايته لانه ممكن يحرف الحديث او ينقل ما يدعم تلك البدعة لكن الحقيقة علماء الحديث لدقتهم فرقوا بين نوعين من المبتدعين لانه حطوا ده شرط في قبول الخبر فرقوا بين المبتدع غير الداعي للبدعة بتاعته وبين المبتدع غير الداعي لبدعته والمبتدع الداعي لبدعته طب بالنسبة للأول اللي هو المبتدع غير الداعي لبدعته إذا كان الراوي ده تورط في ارتكاب بدعة مرة لكنه لا يدعو إليه ولا يعرف عنه الكذب ولا يعرف عنه التحريف في النصوص لدعم بدعته فقد قد تقبل روايته إذا كان ضابطا عدلا من أهل الالتزام ومن أهل العدول قد تقبل روايته المبتدع الداعي بقى النوع الثاني لبدعته إذا كان الراوي ده بيدعو إلى بدعته وبيظهر في كلامه التعصب ليها روايته غالبا ما ترد خوفا من أنه يؤثر هذا التعصب على نقله للحديث ليه؟ لأن المفترض أن الإنسان بيصل إلى قناعات معينة في حياته أفكار مداهب فكرية آراء معينة هو معتقد فيها لازم يعرف أنه ابن أغيار أنا نهاردة معتقد كده قد يحصل نوع من التغيير الفكري أو التطور الإنسان يتطور تزداد ثقافته فيزداد تطوره العلم والثقاف فبالتالي ممكن تتغير آراءه الإنسان يعرف أنه كده فبالتالي ما يبقاش عنده تعصب بصورة تخليه ينحرف عن الحق أو أنه يأثر ده على روايته في الحديث الشريف في حتة التعصب للآراء للمداهب الفكرية لقناعات معينة كانت بتخلي ألأ عند علماء الحديث في قبول رواية ذلك المبتدع سواء مبتدع يدعو إلى بدعته أو مبتدع لا يدعو قد تورت مرة ولا حاجة في ارتكاب بدعة أنا بس حبيت هو كلام تخصوص استلاحي شوية لكن حبيت أن إحنا نذكر بهذه الاحتياطات اللي حطها علماء الحديث في قبول الخبر في قبول الحديث وإحنا لما بنذكر بيها عشان ما يكترقش حد على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذب بيها ويفتائد بقى ويقول لك لا ده ما تكتبتش إلا في القرن الثالث والصحيفة الصحابة اللي كل واحد منهم كان ليه صحيفة دا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمكاتبة الملوك دا لما كانت الكتابة يعني منعدمة زي ما أنتم بتقول كان هناك الحفظ في السطور وكان هناك الحفظ في السطور وشفنا نمازج من خلال الحلقات الماضية زي الصحابة كانت الدقة عندهم شديدة في وهم مع بعض زي ما سيدنا أنس بيقول في أنت سمعت الكلام دا من النبي عليه الصلاة والسلام ويتأكد وسيدنا أنس بيقول وكنا لا نكذب ولا نعرف الكذب لكن كانوا بيتأكدوا لاستشعر كل واحد منهم بأن دي أمانة وأمانة مش سهلة قبول وتحمل الحديث الشريف وبعد كده العلماء تعلموا من جيل الصحابة وتعلموا من زمن النبوة وتعلموا من توجهات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام بشأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترائقه المختلفة في كل أمور وفنون الحياة الميراس دا خدته الأجيال من بعد كده سواء جيل الصحابة والتابعين وتابع التابعين وبدأوا يخطوا الشروط والقواعد في قبول الأخبار لأن كتير من الصحابة راحوا شرقا وغربا عشان يعلموا الحديث وينشروا العلم لأن دي أمانة كبيرة على كاهل هذه الأمة فبالتالي انتشر حديث سدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رحلة الحديث وعبر مرور الأيام والأوقات بدأت تظهر بعض الفتن اللي قدت إلى وجود نوع من وضع الحديث إن بعض الناس تكذب وتضع بعض الأحاديث وتدلس في السند ولكن كان بيكتشفها علماء الحديث وينسبوا الأخبار دي للنبي عليه الصلاة والسلام لكن كان لها علماء الحديث بالمرصاد فلما بنيجي نعرض شروط علماء الحديث في قبول الخبر عشان نشوف جهود العلماء في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيد نظرنا إلى مثل هؤلاء الأدعياء الذين يتكلمون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حق إلا أنهم يعني في هذا الجهل مصرون على أنه لا دا ما كانش فيه حديث ولم يكتب الحديث هم الصحابة دا الصحابة عاشوا الحديث عاشوا السنة مع النبي عليه الصلاة والسلام شفوها بعنيهم وعاشوها مع حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الجهد الطيب من علماء هذه الأمة كان بتوفيق من الله العظيم حفاظا وحفظا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفتوا الشروط اللي احنا اتكلمنا في بعضها زاد عليها الإمام البخاري شروطا خاصة بهو خاصة بمنهجه هو أشد دقة وهي خاصة بمنهجه في صحيحه الجامع الصحيح كما سنرى إن شاء الله تعالى شكرا